المشاهدون الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من شجون الأنس لعلنا في المرة السابقة كنا نتحدث عن أخبار أبي الطيب المتنبي في باب الحديث عن ذكائه وعبقريته ومخائل النجابة والذكاء فيه منذ أن كان طفلا صغيرا والحديث عن أبي الطيب المتنبي إنما هو أنس ذو شجون لهذا لا نستطيع أن نفارقه دون أن نتحدث عن رحلته شيئا فشيئا حتى نبلغ به المنتهى في قضية مقتله تلك القضية المشهورة مهما يكم شيء فإن أبي الطيب أحمد بن الحسين المتنبي كان ذا طموح كما رأينا في المرة السابقة وكان يأنف من صغائر الأمور ويسعى سعيا كبيرا لأن يكون شيئا ما يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى هكذا هو أبو الطيب لكن أبو الطيب كانت له في بادية الشام صولات وجولات وكانت غامضة جدا ولكن بعض أخبارها وصل إلى الناس حتى ما نسب إليه من مسألة ادعاء النبوة إنما كان ذلك في بادية السماوة في الشام والأمر على هذا يوقفنا على مسألة أن ما روي في شأن أبي الطيب المتنبي من مسألة ادعاء النبوة فيه نظر كثير وقد سئل صديقه أبو الفتح عثمان بن جني عن المتعلق بالمتنبي قال هو عندي المتنبي بالهاء من النباهة والذكاء وبعض الناس ذهب إلى أنه سمي المتنبي لأنه قال في قصيدته الدالية المشهورة ما مقامي بأرض نخلة إلا كمقام المسيح بين اليهود أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثموج على أننا نستطيع أن نستعرض ما رواه أحد معاصريه من خبر ادعائه النبوة ألا وهو معاذ اللاذقي نسبة إلى اللاذقية ومعاذ هذا روى عن أبي الطيب المتنبي بعض القصص الذي لا يمكن أن يصدقه العقل ومن ذلك قال إنه نادم أبو الطيب المتنبي ليلة كاملة فلما رأى من فضل علمه وذكائه وقوة قريحته قال له أنت تصلح لمنادمتي ملك كبير فقال أبو الطيب ويحك إنما أنا نبي مرسل من الله قال وما آيتك قال لي من الآيات كذا وكذا وكذا وقرأ له ما ادعى أنه أنزل عليه وهكذا ولكن من القصص الذي يمكن أن نورده الآن هو أنه حينما ادعى ادعاءه هذا قال ركب معه رديفا في فرس فلما كان في الطريق وجدا كلبا أسود قال أبو الطيب لمعاذ إذا عدنا فإن هذا الكلب ستجده قد مات فلما عادا من طريقهما وجدا الكلب ميتا في الطريق قالوا ربما احتال أبو الطيب بأن نبذ له شيئا من الشواء خفية دون أن يراه صديقه وكان فيه سم مشهور يقتل الكلب ثم إنه قال له من آياتي أنني أستطيع أن أجعل المطر لا ينزل في المكان الذي أقف فيه إذا نزل المطر فالمكان الذي يقف فيه أبو الطيب لا ينزل فيه المطر قال أريد أن أعرف هذا قال إذا نزل المطر أريتك قال فلما نزل المطر جئته خائضا الماء حتى وصلت إليه فوجدته يقف في مكان لا ينزل عليه المطر وكان ينزل في كل مكان وقال هذه من الحيل التي تسميها الأعراب سطحة المطر وقد تعلم أبو الطيب كل ذلك مع تعلمه اللغة والفراسة وعرف كيف يصنع هذه الحيل وقالوا إن بعض الأعراب كانت لهم ناقة وكانت هذه الناقة ناقة شموس لا تسمح لراكب أن يعتلي ظهرها فقالوا له لو ركبت هذه الناقة وأسلست قيادها لك فإننا نؤمن بك رسولا قال فتوكل أبو الطيب على الحي الذي لا يموت وركب ظهر الناقة فأسلست قيادها له وسارت سيرا هينا فآمنت به الأعراب وهذه الأخبار لا نستطيع أن نصدقها لأن فيها مما يمكن أن يكون استخفافا بعقول الأعراب في البادية وبما يمكن أن يكون استخفافا بقدر أبو الطيب نفسه لقد كان أبو الطيب أجل من أن يقلد القرآن الكريم وهو عالم بالفصاحة يعرف أن القرآن لا يدرك شأوه وأنه قد أعي السابقين من الفصحاء والبلغاء ولكن وجدنا في ديوان أبو الطيب المتنبي مقطعة صغيرة وهذه المقطعة كان يرد فيها على هذا الرجل وهو معاذ اللاذقي والسبب في هذا أن معاذا كان قد أخذ على أبو الطيب تهوره واقتحامه للموت وتعريض نفسه للمهالك فقال له أبو الطيب أبا عبد الإله معاذ إني خفي عنك في الهيجى كلامي ذكرت جسيمة أو ذكرت أنا ذكرت أو ذكرت أنا ذكرت جسيمة مطلبي وإني لأدفع عنه بالمهج الجسامي إذا امتلأت عيون الخيل مني فويل في التيقض والمنامي كان الرجل واثقا من نفسه ثقة غريبة وعجيبة ومن عجيب ما يقال في هذا الباب أن أبو الطيب كان يدأي لنفسه من الصفات الخلقية التي لا يمكن أن تكون لإنسان فهو يدأي مثلا أن نظره كان أحد من نظر زرقاء اليمامة لأنه قال عن نفسه وأبصر من زرقاء برتم السرى بري المدى فرددني أخف على المركوب من نفس جرمي أي أنه حينما يركب الفرس فإنه أخف على الفرس من خفة نفسه على نفسه والسبب في هذا لأنه قد برته السرى برته السرى السفر الكثير وهو شأن الفرسان أن أجسامهم لا تتضخم وإنما يبريها السرى والمشقة برتني السرى بري المدى فرددنني أخف على المركوب من نفس جرمي وأبصر من زرقاء جو وهي زرقاء اليمامة وأبصر من زرقاء جو لأنني متى نظرد عيناي سواهما علمي طوال الردينيات يقصفها دمي وبيض السريجيات يقطعها لحمي وهذا كلام غريب أن لحمه هو الذي يقطع السيف وأن دمه هو الذي يقصف الرمح وهذا من الأشياء العجيبة عند أبي الطيب من المبالغات العجيبة وتنكزني الأفعى فيقتلها سمي أو فيقتلها سمي وهذا كلام غريب جدا لكنه كله يدخل في باب ما يمكن أن نسميه عندنا أن أبو الطيب المتنبي كان يحاول أن يوجد معادلاً موضوعياً لما يريده في الفن وكان يدأي لنفسه هذه الصفات في باب الفن والفن الذي هو فيه هو فن الشعري ولهذا كان يبحث عن ذاته بما يملك من الفصاحة والبيان والفراسة وسائر الصفات التي يتمنها كل الناس ووجدنا أن أبو الطيب في هذه البادية قد عاش في زمان الدولات والإمارات وكانت إمارات صغيرة جدا وكان أبو الطيب قد وجد أن كل الأمراء من حوله ليسوا من أهل الملك التليد لأن أقدم أمير فيهم لا يرجع إلى ملك أبيه أو إلى ملك جده على الأكثر ومعنى هذا أنهم كانوا من المغامرين الذين اغتصبوا الملك اغتصاباً فلماذا لا يغتصب هو الملك اغتصاباً؟ ولهذا آل أبو الطيب في نفسه أنه من الملوك وليس من الشعراء وقال قولته المشهورة وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء وفؤادي من الملوك وإن كان لساني يرى من الشعراء ولهذا وجدنا أن أبو الطيب كان يبحث عن أمير يقدر مواهبه ولعله في البداية مدح زعماء ومدح رجالاً ومدح من الكبراء من مدح حتى إنه منح ديناراً واحداً على قصيدة عظيمة من أجمل شعر أبو الطيب المتنبي وسمية الدينارية لأن الرجل الذي مدحه بهذه القصيدة أعطاه ديناراً واحداً وهذا ما يفسر لنا قول أبو الطيب المتنبي وبيع الشعر في سوق الكسادي وكانت السوق كاسدة لكن أبو الطيب المتنبي كان يبحث عن أمير كبير يقدر مواهبه ويقدر فصاحته ويقدر علمه ولهذا وجدناه قد تقلب كثيراً بين هؤلاء وأولئك وفي ظل بحثه عن هذا الأمير ومع ذلك فإن الشعر الذي جاء به في مدح هؤلاء كان شعراً عالياً بمقاييس الفن صحيح أن أبو الطيب قد تطور كثيراً من شعره الأول لكن هذا الشعر كان يعد شعراً في الغاية العليا من الشعر في زمانه والحديث في هذا الباب يطول لكني أستشهد مثلاً بقصدته الهمزية التي مدح بها أبا علي الأوراجي وأبو علي الأوراجي كان رجلاً صوفياً ولهذا استطاع أبو الطيب أن يأتي بالفن الصوفي في شعره بتمويه المعاني وبوضع التراكيب الغامضة وهي القصيدة المشهورة التي يقول فيها أمن ازديارك في الدجر قباء إذ حيث كنت من الظلام خفاء قلق المليحة وهي مسك هدكها ومسيرها في الليل وهي ذكاء وشكية فقد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء وشكية فقد السقام الآن أصبح يشتكي من أنه فقد المرض لماذا؟ لأن المرض كان موجوداً يحس به لما كانت له أعضاء أما الآن فليست له أعضاء هذا من الكلام الغريب وشكية فقد السقام لأنه قد كان لما كان لي أعضاء السقام بالفتح المرض وجمعها السقام وفي المرة القادمة إن شاء الله سنصل هذا الحديث عن أبي الطيب المتنبي وعن هذه القصيدة تحديداً والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى 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 اشتركوا في القناة